العلامة الأميني رحمة الله عليه مؤلف الغدير يقول كنت في ليلة من ليالي القادر في حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد منتصف الليل وهو مشغول بالدعاء هذه القضية مذكورة في كتاب العلامة الأميني في ربع قرن وإذا برجل بدوي في هذه الليلة يأتي حامل هذا الرجل على كتفه ومعه ولد مشلول لا يستطيع أن يحرك رجليه وجاء به إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأنزل هذا الطفل وربطه بالضريح وأخذ يخاطب الإمام كما يخاطب أحدنا صاحبه هالشكل أخذ يخاطب الإمام الدعاء يحتاج إلى هكذا توجه إلى هكذا روحية قال له يا أمير المؤمنين هذا ولدي وهو كسيح وأنا أريد منك شفاءه في هذه الليلة ثم قال لولده ولدي أنا أروح وأجي وأشوف علي طيبك القضية منتهية قضية مفروغ منها يقول أنا هذا المنظر لفت توجه هذه اللهجة التي يخاطب بها الإمام وهذه الروحية يقول أنا بعد تركت الدعاء والذكر والتوسل وأخذت أنتظر ماذا يكون الأعراب مراح يقول ما مرت إلا فترة بسيطة وإذا بهذا الولد المشلول يقوم على قدميه وهو ينادي أباه بويه وينك ليش متجي بهذه اللهجة يقول في هذه الأثناء دخل الأعراب يجي شاف ولده سليم معافا قائم على قدميه كأنه قضية طبيعية مفروغ منها ثم أخذ يد ولده وأخرجه وذهب هذا التوجه إذا الإنسان يذهب به إلى الله واحد لا يقول أنا دعوت مرة ومرتين وثلاث مرات ربما هذا الدعاء يكون فيه الأثار